طيب أستاذ عصام المشرع المغربي أكيد رتب على الملك المتجاورين مجموعة من الاتزامات اللي مفاد ديالها أن الجار ميتعصفش في استعمال ملكيته إلى الحد اللي يمكنني ضر بالجار دياله ربما هناك تدخل أو تؤدي الملكية الوظيفة دياله الاجتماعية إلى أي مدى قيد هذا الاتزام من حق المالك في استعمال ملكيته دون أن يضر بجاره بطبيعة الحال السيدة خارجية عندما نص المشرع بشكل عام على حق الملكية والمنظمة مقتضا مدوانسة وقلعية نيائية قانون سئلة 08 نص على هذا الحق باعتباره ليس حقا مطلقا ولكنه حق نسبي مقيد بضرورة عدم إضرار بالغير بالتالي هنا يمكن الاستفادة من حق الملكية بما يكفله بطبيعة الحال من جميع تجلياته لكن عندما نصل إلى تكون الحالة التي يدين فيها التعسف في استعمال هذا الحق إلى الإضرار بشخص آخر بمالك آخر هنا نكون أمام مقتضا قانونية يجب واجب التطبيق من حيث تنظيم العلاقة ما بين الملك المتجاورين بهذا الشأن تنشأ مجموعة أوروبا من النواذي الأوروبا من الحالات الواقعية التي قد تشويش على استعمال مالك معين على الاعتبار أنه كل حق ربما ينتهي عندما يبدأ حق شخص آخر نعم في إطلاقيته أو في شموليته وغذلك حق الملكية يمكن استفادة كل شخص من عقارين يملكوها وشقةين يملكوها بطبيعة الحال بجميع وجهور الاستفادة سواء الاستفادة الشخصية من خلال اعتمار هذا العقار أو من خلال كرائه للأغيار أو من خلال ربما وضعه رهنة إشارة أحد أغيار ربما في إطار بدون عوض أو في إطار تبرع معين ممكن استعمال هذا العقار كما قلتم بشتة الأشكال وكذلك ممكن استعماله خلال نشار التصادي معين لكن عندما يتحول هذا الاستعمال أو هذا الحق المتعلقة الملكية إلى تعسف في استعمال ويؤدي بشكل معين إلى الإضرار بمالك آخر هنا نكون أمام ضوبة قانونية ويجب التطبيق مثلا عندما تحدثنا من خلال مدى 18 من قانون من ظاهير قضاء القرب والتي تعاقب كما قلنا بغرامة مالية 800 ترهم إلى 1200 ترهم كل شخص ارتكب ضجيج أو ضوضاء أو تجمع مهين أو ليلي يقلق راحة سكان هنا نتحدث عن مثل هذه الحالة أي تلك الحالة التي يتجاوز فيها شخص معين أو عدة مالكين لشقة معينة أو لعقار معين ذلك الاستعمال المألوف أو ذلك الاستعمال الطبيعي لشقتهم مثلا كأن يعمل بعض الأشخاص إلى رفع صوت ربما التلفاز في ساعة ثانية ليلا خصوصا الآن عفوا أستاذ عصام خصوصا في فترة الصيف خصوصا في موسم الصيف خصوصا في فترة الصيف وفي موسم الصيف على اعتبار أن هذا الموسم يعرف تزامونهم مع استفادة العديد من عطلهم السنوية ولو أن العطل الآن لها خصوصيات ربما تختلف عن ناعم ناعم لكن هذا لا يمنع بطل حال من أنه في بعض الحالات قد يعمل بعض الأشخاص إلى التعسف في استعمال ذلك الحق في استعمال حق الملكية متى كانوا يكون شقة معينة أو في استعمال حق شخصي معين مثلا أو حق آخر مرتبط باكتكره أو باعتمار آقار معين من خلال ربما كما قلت رفع صوت تلفاز مثلا إلى ساعة متأخرة من الليل أو ربما إلى إقامة حفل معين أو ربما تجمع ليدي معين في شقة معينة أو في مبنى سكني معين في وقت متأخر من الليل هنا يمكن أن يرتب مثل هذه الأمور ضررا يلحق بالجيران هنا تدخل المشرع من خلال مدى 18 إلى نحاول تقنين هذا الأمر بوضع غرامة مالية من شأنها أن تلجم وتزجر هنا مالكي الشقق وكذلك الأشخاص الذين يعتمرون مثل هذه الشقق كذلك نجد أنه في الفصل 91-92 من قانون الزامة العقود لأن المشرع نص على حق الجيران في إقامة دعاوة مدنية لأصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب إما إزالة هذه المحلات وإما إجراء ما يلزم فيها من الضرير لرفع الأضرار التي تضلمون منها ربما يتساءل مستمعاً مثل هذه الحالات نقدم مثل الأمثلة العملية في بعض الحالات قد يكون أحد الأشخاص يحتمل شقاب أو ربما طبقاً معين في مبنى هذا المبنى يكون في حي معين قد يعمل مثلاً أحد الأشخاص إلى كراء مثلاً مستوداء أسفل ذلك المبنى أو مجاوغة ذلك المبنى ويقوم باستعمالها على شكل ورشة مثلاً سواء ورشة للحدادة أو ورشة للنجارة أو مثلاً كمطعم معين أو كمقهى معين أو ربما قد يستعمله كمحل مثلاً استباغة السيارات وما إلى ذلك من شأن هذه الأنشطة الاقتصادية بالتبعات الحال والتي تكون كما بدأينا عام أنشطة اقتصادية مباحة وأنشطة اقتصادية قد تكون مرتكزة في غالبها الأعامة على ترخيصات إدارية يعني إدارة ترخص باستعمال مثلاً عقار معينة ومستودع معينة من أجل مزاولة مهنة معينة نعم على الرغم من وجود هذا الترخيص الإداري أو رقص الإداري هنا هذا الأمر لا يمنع جيران متى كان هناك ضرر تجوز الحد المألوف في علاقة الجيران بعضهم من بعض من يتقدموا بدعا وبطبع الحال المدنية هنا لرفع الضرر الضرر هنا قد يكون على شكل ماذا؟ قد يكون على شكل ضجيج مثلاً في الحالات المتعلقة باستعمال ورشة معينة مثلاً للحدادة أو الإصلاح السيارات قد يكون ضجيج قد يكون ضرر على شكل تلوث هوائي أو كذلك تلوث هوائي ما تتعلق الأمر مثلاً باستعمال آلات القطع الخشاب أو سباغة السيارات داخل حي السكني دون مراحة الضابط منهم القانونية يعني هنا نتحدث في شكل عام لكن بعض الحالات قد يكون تكون ورشة لسباغة السيارات أو لإصلاح السيارات ولكنها تكون متوفرة على آلات من شأنها امتصاص مثل تلك المواد الكيموية أو تكون متوفرة على مصفات تكون متصيلة بالتالي الكهربائي من شأنها أن تقوم بالحد من ذلك الضرر فذلك هناك ضرر آخر قد يكون مرتبط بدخان منبعث من أحد المحلات هل تمنت؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر